أتقيها بالفادي واسلمي في كل حين برنامج مدرسة على الهوى كنا اتعلمنا مع بعض المخرج الأول من وحدة أساسيات الحاسب اللي كان بيتكلم عن تجهيز مكان العمل وكنا أنهنا مع بعض إن شاء الله النهاردة هنبدأ في مخرج جديد هو مخرج يقيس كميات القهربية وحنتعلم فيه مع بعض إزاي نقيس الكميات القهربية وإيه الأجهزة اللي احنا بنحتاجها بحيث إن احنا بعد إتمام هذا المخرج نكون أتمينا بالفعل وعرفنا يعني إيه عملية قياس يعني إيه كمية مقاسة يعني إيه اللي هي الأجهزة اللي أنا بستخدمها في مخرج التعلم ده فتعالوا بينا نشوف أول اتنين يقيس كميات القهربية أول حاجة عندنا هي عملية القياس وعملية القياس بيقول لي هي مقارنة قيمة مجهولة بأخرى معلومة وفقا لمعيير متفق عليها دوليا فعملية القياس ديت يعني إيه عملية القياس يا أولاد يعني إحنا لازم نتعلم الأول وزي ما اتفقنا في الحلقات السابقة إن إحنا لازم يكون إحنا بنعمل أساس للتخصص بتاعنا اللي هو فني تكنولوجيا الحاسبات فالمادة بتاعتنا دي أو الوحدة بتاعتنا دي هي اللي بتعلمنا أساسيات هذا التخصص فلازم نكون عارفين يعني إيه عملية قياس عملية قياس يعني أنا عندي حاجة مجهولة عايزة تكون بالنسبالي معلومة عايزة تكون بالنسبالي معلومة يعني حاجة أنا مش عارفة قيمتها عايزة أعرف قيمتها فهو بيقول لي إن عملية القياس دي أنت بتجيب كمية مجهولة ما انتش عارف الكمية ديت عبارة عن إيه ثم بعد ذلك بتقارنها بكمية أخرى إحنا عارفين قيمتها علشان أقدر أوصل للكمية ديت إيه زي إيه زي ما إحنا مثلا بنروح خلينا نبسط المعلومة بطريقة أفضل شوية إن إحنا مثلا عايزة أشتري خضار أو فاكهة أو حاجة زي كده حاطة بتجيبها وبتبقى مش عارف قيمتها قد إيه ولا هتحاسب الرجل على قد إيه فبتبدأ تلجأ إن انت تروح تحطها على الميزان وعشان تعرف قيمتها قد إيه وتقدر إن انت تحاسب صاحب الحاجة فبعد كده إيه اللي حصل في العملية ديت اللي حصل في العملية ديت إن إحنا الراجل أخد من حضرتك الحاجة الخضار أو الفاكهة ويحطها على قدام حاجة معلومة اللي هي كتعة الحديد الكبيرة ديت إذا كان طبعا الميزان العادي أو إذا كان ميزان ديجيتال فهو برضو هيحطه عليه بيدخل له نبضات كهربية النبضات الكهربية ديت بتخش على عدات بتتعد فتديني هو وزنه قد إيه طبعا وزنه قد إيه أنا لو بقيس في مصر زي ما هو في أمريكا زي ما هو في الإمارات زي ما هو في أي دولة من دول العالم لإني ديت بيكون متفق عليها دولية أو حاجة إن بابلك وحاجة استندر على مستوى العالم كله فإذا أنا بقول إن هي بتقاس بمعايير متفق عليها دوليا فعملية القياس بالنسبة لنا نرجع بقى لتخصصنا هي عملية مقارنة مبين كمية مجهولة وكمية معلومة علشان أقدر أعرف الكمية دي بإيه؟ بمعايير متفق عليها عالميا ده بالنسبة لعملية القياس طيب تعالوا بينا نشوف الكمية المقاسة طبعا بالنسبة لتخصصنا الكمية المقاسة حيكون كلها عبارة عن كمية فيزيائية هي الكمية الفيزيائية المراد تقييمها وقد تكون درجة حرارة أو طيار أو جهد أو مقاومة أو تردد طيب يعني إيه الكلام ده؟ يعني الكمية المقاسة بتاعتنا هي كميات كلها فيزيائية زي إيه؟ زي الطيار زي الجهد زي درجة الحرارة زي التردد ودي كلها كميات فيزيائية هنتعرض لها حالا دلوقتي ونعرف هي عبارة عن إيه المصطلحات عندنا اللازم حدتك تكون عارفها كويس قوي أول حاجة عندنا الطيار الكارانت طبعا بيكون عارفين المصطلح باللغة العربية المصطلح باللغة الإنجليزية ويهمنا إن احنا نكون عارفين رمزه وعارفين الوحدة اللي بيقاز بيه فأنا عندي الطيار المصطلح الإنجليز بيكون current والرمز بيكون i والوحدة هي الأمبير وبرمز للأمبير بالإيه يعني أنا مثلا بقس طيار الطيار عندي عشرة أمبير حال هكتب كلمة عشرة أمبير لا طبعا هكتب بس رمز الإيه علشان أعرف إن ده أمبير بعد كده عندي الجهد الكهرابي والجهد الكهرابي اللي هو برمز له بالرمز V وبعدين وحدة الكهرابي بتاعة الجهد الكهرابي هي الفولت وزي برضو ما عملنا في الطيار إحنا ما بنكتبش عشرة فولت إحنا بناخد الاختصار بس بنكتب عشرة V يبقى أنا كده عرفت إنه هو فولت تمام بعد كده عندي الطاقة اللي هو الإنرجي والإنرجي بنرمز لها بالرمز W و برمز لها بالجول طبعا يا وحدة قياسها الجول وبرمز له بالرمز I معنا إن أنا حطيت I يعني ده معناها إن أنا بقيس طاقة ووحدة قياسها بالجول يعني أول مثلا 12 جول 10 جول أي إن كان طبعا الرقم وبيتحط جنبه حرف I ده معناه إن أنا بقيس طاقة بالجول وحدة قياستها طيب عندي عندي بعد كده الممنعة الممنعة اللي هي M P D بنرمز لها بالرمز Z و الوحدة القياس بتاعتنا هي القوم بعد كده عندي القدرة الفعالة اللي هي Active Power والActive Power برمز له بالرمز B ووحدة قياسه هي ال وحدة قياسه هي ال ال الوط عندنا بعد كده المقاومة Resistance برمز لها بالرمز R وبرضو بتقاس B الOm زي الممنعة بالضبط عندي بعد كده الساعة الكابستري بعد باقسها بالفراد وبرمز لها وحدة القياس بتاعتها برمز لها بالرمز F اما هي نفسها برمز لها بالرمز C عندي بعد كده الشحنة الشحنة باقسها اليال charge باقسها برمزها ال Q باقسها بالكلوم ورمز الكلوم يعني عشر كلوم عشرين كلوم برمز له بالرمز C ما بكتبش كلمة كلوم دي المصطلحات بتاعتنا اللي لازم نكون عارفينها كويس قوي اللي بتخص التخصص بتاعنا وبنقدر بيه ان احنا نعرف اي شيء احنا بنقيسه عارفنا طيار الجهد الطاقة الممنعة القدرة المقاومة الساعة احنا طول ما احنا في مجال فني تكنولوجيا الحاسبات فاحنا هنتعرض للمصطلحات دي فلازم نكون عارفينها كويس قوي وعارفين الاختصارات بتاعتها وعارفين المصطلح بالانجلش وبالعربي وطبعا احنا عارفين ان الانجلش هو اللغة الانترناشنال فطبعا كل الاجهزة والكتالوجات بتبقى جاية لحضرتك موجود عليها المصطلحات ان انجلش فحضرتك لازم تكون عارف المصطلح بالانجليزي وتكون عارف الرموز بتاعته كويس قوي اللي هي دي الرموز بتاعتنا اللي هي قدامنا هنا هي الرمز بتاع كل مصطلح فيهم وايضا كل وحدة قياس ليهم يعني انا حقيس ده بايه حقيس الطيار بايه حقيس الجهد بايه حقيس الطاقة بايه والاختصار بتاع كل وحدة قياس ايضا لازم يكون موجود علشان لما حضرتك تكتب توفر على نفسك ان احنا نكتب الكلام كامل يعني ماكتبش كلمة جول كاملة ماكتبش كلمة امبير كاملة لا اقدر ان انا اشتغل عادي خالص واكتب بس الرموز اللي موجودة قدامي ديت تمام بعد كده عندنا وحدات القياس دي بقى خلينا نعرفها شوية بالتفصيل يعني تعالوا بينا نشوف وحدات القياس اللي موجودة عندنا ديت خلينا نعرفها بالتفصيل احنا تكلمنا دلوقتي عن مصطلحات الطيار الجهد المقاومة الممنعة السعة لا احنا عايزين بقى نعرف الوحدات القياس الفيزيائية اللي احنا لسه من شوية متكلمين عليها وقلنا بينا نشوف اول حاجة من medium وحدات القياس ديت هي وحدة شدة الطيار ووحدة شدة الطيار احنا لسه قالين حالا ان وحدة قياس وحنا هنال وحدة فرق الجهد وحنا وفورت وحدة المقاومة اللي هيا القوم وحدة قياس القدرة الكهربية اللي هي الووط وحدة قياس استهلاك الطاقة الكهربية اللي هو الوط ساعة اللي هو الوط ساعة اللي هو وحدة قياس استهلاك الطاقة الكهربية اللي هو الوط ساعة ده اللي هو العداد اللي موجود عندنا في المنازل العداد اللي موجود عندنا في المنازل طيب تعالوا بينا نشوف اول حاجة اللي هو وحدة شدة الطيار او الانبير هنعرف عنه التعريف بتاعه وهنعرف وحدة القياس وهنعرف الرمز بتاعه وهنعرف ايه هو الجهاز اللي بقيس بي يعني اذا انا عندي وحدة شدة الطيار او الانبير لازم يكون انا في دماغي عنه اربع حاجات اول حاجة هو التعريف نمرة اتنين وحدة القياس بتاعته هو ايه نمرة تلاتة الرمز بتاعي برمز له بايه نمرة اربعة انا بقيس بانه جهاز قياس انا بقيس بانه جهاز قياس طيب انا عندي اول حاجة التعريف يعني ايه وحدة شدة الطيار يعني ايه امبير الانبير بيقولي هو عبارة عن كمية الكهرباء التي تمر في موصل كل ثانية او هو ده تعريف تاني يعني ممكن اقول من التعريفين الاتنين دول تعريف الاولاني هو عبارة عن كمية الكهرباء التي تمر في موصل كل ثانية تعريف التاني هو مقدار الطيار المر بصفة سبتة في موصلين مستقيمين ومتوازيين بطول لا نهائي وبينهم مسافة متر واحد في الفراغ ده تعريف وده تعريف الاثنين بيقدوا نفس الغرض لو قلت واحد فيهم كفاية قوي ولكن لازم حضرتك تكون عارف الاثنين عندنا اول تعريف التعريف الاولاني بيقول لي هو عبارة عن كمية الكهرباء التي تمر في مواصل كل سنة يعني ايه الكلام ده ولاد احنا قلنا ان احنا لازم نكون فاهمين الحاجة اللي احنا بندرسها مش بس نكون حفظين كلام وخلاص لان احنا نظامنا ما عادش زي زمان ان احنا هنحفظ شوية معلومات ونروح نقولهم في الامتحان والامتحان يكون خلص لا طبعا احنا دلوقتي في منظومة الجدارات المعلومات اللي حضرتك او حضرتك بتدرسيها في سنة اولى بتحتاجيها وانتي في سنة تالتة لان واحنا في سنة تالتة هو ده اللي بيكون التقييم الحقيقي بتاع حضرتك اللي بيكون النهائي تقييم نهائي بنقدر ان احنا نحكم فيه على الطالب ويقدر ان هو يتخرج وياخد الشهادة بتاعته ويتحطله الدرجات بتاعته بيكون في الصف التالت اما طول ما احنا في الصف الاول والصف التاني بيكون مجرد تقييمات على مدار السنة وعلى مدار الوحدة اللي احنا بندرسها بيتم عمل مجموعة من التقييمات بتضاف طبعا في البوكس بتاع حضرتك او في الملف بتاع حضرتك حضرتك علشان نستخدمه واحنا في سنة ثالثة ان احنا نشوف احنا درسنا ايه فاذا اي معلومة احنا بناخدها لابد ان هي تكون مرصخة عندنا ونكون عارفينها وفاهمينها كويس قوي علشان نقدر نتكلم فيها بعد كده بسهولة فانا عندي وحدة شدة الطيار وحدة شدة الطيار اللي هو الانبير اللي هو عبارة ان عن كمية الكهرباء اللي بتمر في موصل لمدة ثانية يعني حضرتك اللمبة اللي قايدة عندها حضرتك في البيت ده ابسط مثال اللمبة اللي قايدة عندنا في البيت بتكون بتوصل لها يعني هي بتنور قدامي كده ازاي بتنور ان مر طيار كهرابي جاي من البوط في السلك او الموصل اللي متصل باللمبة ديه خلى اللمبة تبدأ تشعف النور بتاعها فاذا كمية الكهرباء اللي متمر في الموصل ده هو ده الانبير اللي عندي ده بالنسبة لتعريف ال 하는 وحدة شدة الطير طيب انا محتاجة اعرف ايه تاني عن وحدة شدة الطيار محتاجة اعرف كمان الرمز بتاعه ايه الرمز هو النائل ايه طيب محتاجة كمان يا ميس اعرف ایه بقيسه بايه بقيس شدة وحدة شدة الطير دي بايه بجهاز اسمه امبيرو متر بجهاز اسمه امبيرو متر طيب وحدة قياسها ايه احنا لسه قلعين من شوية إن وحدة القياس هي الأمبير يبقى إذن أنا عندي عرفت عن وحدة شدة الطيار أو الأمبير عرفت التعريف بتاعه هو عبارة عن إيه عرفت هو بيقاس بإيه أو وحدة قياسه هي إيه عرفت الرمز بتاعه إيه عرفت أمبيرو ميتر برتب معلوماتي عرفت تعريفه وكمية الكهرباء اللي بتمر في موصل في الثانية بعد كده عرفت وحدة قياسه اللي هي الأمبير بعد كده عرفت إن الرمز بتاعه برمز له بالرمز إيه وبقيسه بجهاز اسمه أمبيرو ميتر طيب ده بالنسبة لوحدة شدة الطيار تعالوا بينا نشوف بقى الوحدة رقم اتنين وحدة فرق الجهد اللي هو الفولت برضو هعرف عنه الأربع حاجات اللي هما إيه التعريف هو مقدار فرق الجهد الكهربي بين نقطتين في دائرة كهربية يمر بها طيار كمته واحد أمبير عندما تفقد بها قدرة كمتها واحد واط بين هاتين النقطتين ده التعريب بتاعي تعريب بتاعي عبارة عن إن أنا عندي دائرة الدائرة ديت أنا بجيب الجهد بين طرفين الجهد يعني عندي دائرة كهربية بيمر فيها طيار واحد أمبير وفيها قدرة بتفقد كمتها واحد واط فقد إيه في ثانية عايزة أجيب فرق الجهد بقيس ما بين نقطتين فرق الجهد ده علشان أقدر أحصل على فرق الجهد أو ده تعريب فرق الجهد إنه هو الفرق الجهد بين نقطتين لدائرة بيمر فيها طيار كمته واحد أمبير وبيفقد فيها قدرة كمتها واحد واط في الثانية الواحد طيب وحدة قياسها هي إيه؟ وحدة قياسها هي الفولت الرمز بتاعها هو إيه؟ الرمز الفين طيب بقيس الفولت أو وحدة فرق الجهد بقيسه بإيه؟ إيه الجهاز اللي أنا بستخدمه فيها؟ الجهاز اللي أنا بستخدمه فيها هو جهاز الفولتاميتر هو جهاز الفولتاميتر اذا انا عرفت برضو عن وحدة فرق الجهد 4 حاجات التعريف بتاعنا ووحدة القياس والرمز بتاعنا وجهاز اللي انا بقيس بوحدة فرق الجهد او الفولت اللي هو الفولتاميتر طيب رقم 3 المقاومة رقم 3 المقاومة برضو هنعرف عنها الاربع حاجات بتاعنا يبقى اذا انا برتب في دماغي كده ان انا عرفت عن وحدة شدة الطيار عن وحدة فرق الجهد الكهرابي اللي هو الفولت عن وحدة المقاومة بعرف اربع حاجات عن كل حاجة بعرف ايه بعرف تعريفه هو ايه بعرف وحدة قياسه ايه بعرف الرمز اللي انا برمزه لوحدة القياس دي ايه بعرف الجهاز اللي انا بقيس به الكمية الفيزيائية دي ايه طيب تعالوا بينا نشوف وحدة المقاومة أو القوم أول حاجة تعرفة بيقول لي هو الإعاقة التي يلقاها الطيار أثناء سريانه في موصل أو هي مقدار المقاومة الكهربية لموصل عندما يتصل بطرفيه جهد كهربي كمتو واحد فولت ويمر بيه طيار كمتو واحد أمبير هو بيعرف لي المقاومة بأن هي الإعاقة اللي بيلقاها الطيار أثناء سريانه في موصل أي موصل عندي بيكون له طول وبيكون له مساحة مقطع وبيكون له المقاومة بتاعته كل دي أنا بسميها المقاومة كل ده أنا بسميه المقاومة مساحة المقطع والطول ده أنا بسميه المقاومة سريان الطيار فيه لما بيقبل حاجتين دول بيحصل عملية المقاومة المقاومة هي الإعاقة اللي بيلقاها الطيار أثناء سريانه في موصل أو ممكن هو المقاومة الكهربية لموصل وصلت ما بين الطرفيه جهد كهربي قيمته 1 فولت وبيمر فيه طيار قيمته 1 أمبير يعني أنا عندي دائرة كهربية دائرة كهربية دي بيمر فيها 1 فولت وبيمر فيها طيار قيمته 1 أمبير طيب وحدة قياس شدة الطيار أو الأمبير هي إيه؟ هي الأمبير المقاومة أسفة المقاومة وحدة قياسها إيه؟ هو القوم وحدة قياسها هو القوم برمز لها بالرمز اللي ظاهر قدامنا على الشاشة والجهاز اللي بقيس به هو جهاز القوميتر والجهاز اللي بقيس به هو جهاز القوميتر يبقى أنا عرفت عنها تعرفها هي الاعاقة التي يلقاها الطيار أثناء سريان وفموصل وشرحنا ان الاعاقة دي بيكون عبارة عن ان اي سلك او اي موصل بيكون له مساحة مقطع وبيكون له طول طيب بعد كده ايه وحدة قياسه هي القوم الرمز زي ما احنا شايفينه قدامنا الرمز ده اهود ده الرمز بتاع القوم بقيسه بايه بجهاز اسمه القوميتر وبعد كده بعد شوية من الدراسة هنعرف ان فيه جهاز ممكن يقسلي كل الوحدات الفيزيائية اللي موجودة قدامنا او اللي احنا تكلمنا عنها دلوقتي دي فيه جهاز ممكن يلمي كل الاجهزة دي في جهاز واحد اقدر ايس بكل الاجهزة دي وده هيكون ان شاء الله في الحلقات القادمة هنتعرض له بالتفصيل وهنشوفه ونتعلم مع بعض ازاي نقدر نقيس الكميات الكهربية دي على جهاز مجمعلي التلات اجهزة يقدر يقسلي مقاومة يقدر يقسلي فرق جهد يقدر يقسلي طيار بعد كده عندنا اهم حاجة واعتقد ان انتو درستوها في السنوات السابقة اللي هو قانون اوم قانون اوم قانون اوم ده بيوفر لي ان انا اقدر احسب المقاومة او اقدر احسب الجهد او اقدر احسب الطيار قانون اوم بيقدر ان هو يحددلي اقدر ان انا احصل على لو انا عندي مثلا الجهد والمقاومة اقدر احصل على الطيار اه اقدر احسب الطيار اللي مر في الدايرة دي اين يعني انا عندي دايرة بسيطة الدايرة البسيطة دي عايز اعرف هو مديني الجهد فيها قد ايه والمقاومة قد ايه هل اقدر اجيب الطيار اللي مر فيها اه طبعا اقدر اجيب الطيار اللي مر فيها من خلال قانون اوم قانون قوم دوت يعني بيفضل ان احنا نحطه جوه مسلس بيكون رأس المسلس دوت هو الفين وقعدة المسلس بيكون الاي في الار الاي في الار يعني بنرسم مسلس والمسلس ده رأسه بتكون الفين الجهد والقعدة بتاعته بتكون عبارة عن الاي في الار نفترض ان انا عندي عايز احصل على الجهد هو مديني دايرة مديني المقاومة بتاعتها ومديني الطيارة اللي مر فيها وبيقول لي انا عايز فرق الجهد اللي موجود على الدايرة دي هعمل ايه هاخد رأس المسلس وحلاقي ان الطيار موجود بجانب الجهد فبدربهم الاثنين في بعض يديني الجهد الكهربي اللي مر في الدايرة دي تمام طيب انا نفترض ان انا هو اداني الجهد والداني المقاومة اقدر اجيب الطيار اه لو انا في المسلس دوت ودريت على الطيار وانا عايزة المقاومة فانا حلاقي نفسي ان انا بأسم الجهد على الطيار يديني المقاومة طيب لو انا عايزة الطيار مش عايزة المقاومة حقسم الجهد على المقاومة يديني الطيار وبكده ده قانون قوم بيسهل علي جدا ان انا احصل على الطيار او احصل على الجهد او احصل على الطيار او الجهد او المقاومة اذا كان واحد فيهم مجهول والاتنين التانيين معلومين عندي اقدر اجيب التالت منهم بسهولة من خلال قانون قوم طيب نيجي بعد كده نشوف وحدة قياس القدرة الكهربية أو الوط وده رقم 4 عندنا التعريف بتاعه وبرضه هناخد وحدة قياسه والرمز والجهاز اللي بيقيس وحدة القياس دي وحدة قياس القدرة الكهربية الوط التعريف هو مقدار القدرة الكهربية لدائرة كهربية عندما يتصل بطرفيها فرق جهد كمتو واحد فولت ويمر بها طيار كمتو واحد أمبير التعريف مقدار القدرة الكهربية لدائرة كهربية عندما يتصل بطرفيها فرق جهد كمتو واحد فولت ويمر بها طيار كمتو واحد أمبير أنا بعيد علشان نقدر نفهم الكلام مع بعض يعني إيه الكلام ده؟ يعني الكلام ده بيقول لي أن أنا عندي دائرة كهربية دائرة كهربية دي متصل بيها او متصل بطرفيها بوصل للاطرف بتاعتها جهد كمت واحد فولت والطيار اللي بيمر في الدائرة دي عبارة عن واحد امبير بنا عندي دائرة كهربية وصلت بطرفيها واحد فولت وجهد كهربي واحد فولت وبيمر طيار في الدائرة دي عبارة عن 1 أمبير في النهاية بيكون القيمة بتاعة وحدة القياس الكهربائي القدرة دي بتكون عبارة عن الاتصال فرق الجهد مع الطيار اللي بيمر في الدائرة لما بضربهم في بعض الاتنين بحصل على القدرة الكهربية الطيار في الجهد بيديني القدرة الكهربية وممكن يعني أعمل مسلس مشابه للمسلس قانون قوم للقدرة لأن القدرة بتساوي الجهد في الطيار تمام؟ طيب حاجة اللي بعد كده عندي وحدة القياس بتاعتها وحدة القياس بتاعتها هي الواط والرمز هو الو والجهاز اللي بيقيس عندنا هو الواط ميتر يبقى أنا عرفت برضو أربع حاجات تعرفها هي إيه؟ عرفت بعد ما عرفت التعريف بتاعها عرفت إيه هي؟ وحدة القياس وعرفت الرمز وعرفت الجهاز اللي بيقيس لي الكمية الكهربية دي أو الكمية الفيزيائية دي اللي هو الواط ميتر يبقى احنا كده لغاية دلوقتي واخدين أربع وحدات قياس منهم كانت وحدة قياس الطيار أو شدة الطيار اللي هي الأمبير وحدة قياس الجهد الكهرابي اللي هي الفولت وحدة قياس المقاومة الكهربية اللي هي القوم وربح حاجة عندنا كانت وحدة قياس الكدرة الكهربية الواط وعرفنا إزاي ممكن أحسب الكدرة الكهربية وإزاي ممكن أحسب المقاومة من خلال قانون أم ومن خلال قانون الكدرة طيب بعد كده عندي خامس حاجة هي وحدة قياس استهلاك الطاقة الكهربية وحدة قياس الطاقة الكهربية اللي هو العداد الكهربية اللي موجودة عندنا في المنازم تعرفها هو مقدار الاستهلاك الكهرابي لدائرة كهربية عندما يتصل بطرفيها فرق جهد كمتو واحد فولت ويمر بها طيار كمتو واحد أمبير لمدة زمنية قدرها واحد ساعة يعني وحدة القياس بتاعتها وات ساعة طيب برمز لها بالرمز كي دابليو اتش اللي هي طبعا الكيلو واط في الساعة وحدة القياس التجارية اللي هي كيلو واط في الساعة اللي هي بتساوي ألف واط في الساعة ألف يعني احنا شفنا هنا كده عندي كلمة كيلو واط في الساعة بتساوي ألف واط في الساعة أنا أقول أسهل إن أنا أكتب كلمة ألف واط في الساعة ولا أنا أكتب كيلو واط في الساعة طبعا أسهل كتير في الكتابة وفي النطق إن أنا أقول كيلو واط في الساعة ما أقولش ألف واط في الساعة ودي حالا هنعرف دلوقتي مضاعفات القيم اللي إحنا واخدينها دلوقتي أو مضاعفات الوحدات اللي إحنا درسناها مع بعض دلوقتي نرجع لوحدة قياس الطاقة الكهربية أو وحدة قياس استهلاك الطاقة الكهربية ايه هو تعرف بقول ان تعرفها هو مجدار استهلاك الطاقة الكهربية في دايرة بيمر فيها 1 امبير وبيمر فيها جهد 1 فولت لمدة زمنية محددة هي 1 ساعة زي حضرتك اي جهاز كهرابي موجود عندنا في البيت اي جهاز كهرابي موجود عندنا في البيت بيتم ايه بيتم توصيله جهده وطيار يعني بنوصله بالجهد اللي هو جاي عندنا اللي هو بنحط الفيشة يعني فيبدأ يوصله الجهد يبدأ يمر فيه الطيار في اجزائه علشان يبدأ الجهاز ده يشتغل لمدة زمنية محددة بنقيم بقى الوط بتاعنا بنقيم الطاقة بتاعتنا استهلك قد ايه فده اللي بيعمله العداد الكهرابي كل ساعة زمن بيحدد هو استهلك قد ايه يعني احنا استهلكنا قد ايه بنعرفها وده اللي هو بيسميه العداد الكهرابي او وحدة قياس استهلاك الطاقة الكهربية الواط في الساعة وقلنا ان وحدة القياس التجارية اللي هي كيلو واط في الساعة طبعا بقسها بالعداد المنزلي المستخدم في المنازل بتاعتنا زي ما احنا قلنا طيب كده احنا خلصنا الوحدات بتاعتنا زي ما قلنا خمس وحدات عرفناهم كويس قوي بعد كده انا المفروض ان احنا الوحدات دي في منهم وحدات كبيرة قوي لازم اجزأها ووحدات اصغر لازم اضعفها يبقى انا عندي وحدات زي القوم مثلا او القوم دي وحدات صغيرة انا بضعفها عشان اقدر استخدمها في الاجهزة طيب الطيار الانبير ده قيمة كبيرة انا محتاجة اجزأه عشان اقدر استخدمه طب ايه الحاجات اللي بتمكنني ان انا اضعف من وحدة زي وحدة القوم او اجزأ وحدة زي وحدة الانبير ايه الحاجات اللي يعني ايه اللي انا بحتاجه علشان اعمل الحاجتين دول اجزأ او ازود اللي بيحصل ان انا لازم اكون عارفة عوامل الضرب دي نبص كده مع بعض عندي في الجدول ده بتعلم فيه ازاي ممكن اضاعف ممكن اضاعف القيمة بتاعتي او ازود القيمة بتاعتي اضاعفها او اقللها اجزأها طيب تعالوا بينا نبص كده على الجدول الجدول مكتوب فيه اول حاجة التي تيرة التي تيرة التيرة دي هي اعلى حاجة عندنا هي اعلى حاجة ممكن احصل علي اللي هي عشرة قصة اتناشر تمام دي قيم من القيم القيم الكبيرة اللي انا هضاعف بيها قيمة من القيم الكبيرة اللي انا هضاعف بيها طيب عندي بعد كده الجيجا الجيجا برمز لها بالرمز جي وهي عشرة قصة تسعة ودي قيمة اقل من التيرة طيب بعد كده اللي بعدهم بيكون الميجا الميجا برمز لها بالرمز M برمز لها بالرمز M وبتكون 10 أس 6 طيب الكيلو 10 أس 3 الميلي بالM بحرف الM بيكون 10 أس سالب 3 المايكرو برضو M وبيكون 10 أس سالب 6 النانو بيكون 10 أس سالب 9 أنا كده بتيت أنزل ابتدت أقلل من المضاعفات ما بقيتش ضاعف بقى الوحدات لا ده أنا بقيت أجزأ الوحدات يعني أنا من أول الميلي أنا بجزأ الوحدات بتاعتي لوحدات صغيرة هي وحدة كبيرة وبصغرها بصغرها بإيه بصغرها بالميلي أو بالمايكرو أو بالنانو أو بالبيكون بإذن أنا عندي أربع وحدات بضاعف بيهم وأربع وحدات بجزأ بيهم الأربع وحدات اللي بضاعف بيهم هي التيرة والجيجة والميجا والكيلو أما الأربع وحدات اللي بجزق بيهم القيم الكبيرة هي الميلي والمايكرو والنانو والبيكو طبعا أنا بكتب الاختصارات دي جنب أي وحدة من الوحدات السابقة اللي احنا اتكلمنا عليها إذا كنت عايزة أضاعف فبستخدم المضاعفات زي التيرة والجيجا والميجا والكيلو ولو عايزة أجزق فأنا ببتدي أستخدم الوحدات اللي بتجزق لي القيم الكبيرة زي الميلي والمايكرو والنانو والبيكو احنا كده النهاردة اتعلمنا مع بعض يعني ايه عملية قياس يعني ايه كمية مقاسة يعني خلينا كده نراجع ونرتب أفكار حلقتنا النهاردة أو درسنا النهاردة كان بيتكلم عن عملية القياس وعرفنا يعني ايه عملية القياس ان انا بقارن كمية معلومة بكمية مجهولة كمية مجهولة بكمية معلومة علشان اقدر اعرف الكمية اللي انا عايزة اقسها وده بيكون طبعا خاضع لمعايير عالمية زي ما قلنا انها بتكون استندر على مستوى العالم كله يعني المعيار اللي انا بستعمله في مصر هو اللي بستعمله في اي دولة من دول العالم طيب الحاجة التانية ايه هي الكمية المقاصة وعرفنا ان هي الكمية الفيزيائية اللي بنقسها زي جهد زي طيار زي تردد زي مقاومة وهكذا لاخر الكميات الفيزيائية اللي موجودة عندنا في تخصص طيب الحاجة اللي بعد كده عرفنا يعني ايه وحدات قياس او عرفنا المصطلحات بتاعتنا والرموز بتاعتها ووحدات القياس بتاعتنا وتعرضنا ليها كلها بعد كده عرفنا كل وحدة على حدة عرفت يعني ايه وحدة شدة الطيار يعني ايه وحدة الجهد يعني ايه وحدة المقاومة الكهربية القوم يعني ايه وحدة الطاقة الكهربية الوض يعني ايه وحدة الطاقة الكهربية المستهلكة اللي هي زي ما قلنا العداد الكهرابي الموجود عندنا فيما نزلنا اللي هو بيقاص في فترة زمنية محددة اللي هي بالساعة اللي هي الكيلو واط ساعة وعرفنا كمان ازاي ممكن اضاعف الكميات دي اضاعف الوحدات دي او اجزأ الوحدات دي لو كانت وحدات كبيرة اتمنى على الله ان احنا نكون نهاردة قدرنا نفهم الجزء الصغير والمقدمة البسيطة عن الكميات الكهربية وكيفية قياسها وايه هي وحدتها وقضينا وقت مع بعض مفيد واستفدنا فيه وتعلمنا حاجة جديدة الى ان اراكم ان شاء الله في حلقة قادمة اترككم في رعاية الله وامنه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة